من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟ كتاب لسبونسر جونسون الخوف شعور بشري فطري ويتجلى ذلك في حذر الإنسان في تعامله مع متغيرات حياته إن الرسالة التي يبثها سبونسر جونسون في هذا الكتاب هي أمح الخوف من قاموسك واستمتع بالحياة ومغامراتها وحاول بإصرار أن تهتدي إلى طريق أحلامك ويمكنك أن تدرك هذا في الفناجين الآتية حيث نستعرض فيها خلاصة واحد من أهم دساتير العلوم الإدارية والتنمية البشرية كما يتصورها قراء الكتاب ومستمعوه حول العالم فما بين الرمزية واستخلاص النتائج تكمن قيمة الكتاب الفنجان الأول من السهل أن تدرك القمة ولكن من الصعب أن تحافظ عليها لم تكن قصة الجبن سوى صورة مصغرة لما نحن عليه فبينما يركن بعضنا للدعاة والتسليم بالاستقرار الوظيفي والمعيشي تتغير الأمور وتتبدل الأحوال سواء كنا نشعر بذلك التغير أم كنا غافلين عنه ترصد القصة كيف يتعامل فأران هما سنيف وسكوري وقزمان صغيران للغاية يتصرفان كالبشر هما هيم وهاو إزاء نفاد مخزونهم من الطعام فبمجرد أن عثر القزمان على الجبن الذي يمثل الغذاء المفضل لهما في المتاهة جيم استسلم للراحة وظهر هذا جليا في تطور سلوكهما فبعدما كانا يتسابقان في الوصول إلى الجبن أصبحا يسيران ببطء ويستيقظان متأخرين وتخلصا من أدواتهما الرياضية التي كان يستخدمانها في الجري بحثا عن الجبن أما الفأران فرغم وفرة الطعام لديهما فإنهما كانا دائما يقضين متسابقين ويقومان بالتفتيش في المتاهة وتأمين حصتهما من الجبن فهما دائما مستعدان لأي تغير يمكن أن يطرأ على حياتهما والمغزى هنا أن السلوك الحيواني معتمد على الفطرة فالحيوان يبحث عن الطعام بمجرد أن ينفد مخزونه ولا أدل على ذلك من الهجرات الجماعية التي تقوم بها الحيوانات للبحث عن مصدر آخر للبقاء أما الإنسان فقد اتجه إلى الدعاة والطرف وظل معتمدا على الوظيفة المستقرة والبيت الموجود غارقا في روتين الحياة اليومية لا يبدله ولا يقبل الاستغناء عنه التغير سنة الحياة ومن يقتصر نظرهم على الماضي أو الحاضر فسوف يخسرون المستقبل جون كينيدي ظل الجبن مصدر الخير الوفير لآكليه ولكن التغيير سنة الحياة فبينما وصل الفأران وخلع أدواتهم الرياضية واستعد لأكل الجبن لم يجد ما يأكلانه وهنا لم يقف الفأران طويلا أمام نفاد المخزون ولم يبكي على اللبن المسكوب فبدل ثيابهما مرة أخرى وبدأ رحلة البحث عن الجبن بالجري داخل المتاهة وبإزاء موقف الفأرين نجد أنهما كانا يتوقعان ما حدث إذ إنهما كانا يرقبان طعامهما ويدركان أنه يتناقص تدريجيا لذا بمجرد أن وقع الأمر جاء رد الفعل المناسب أما القزمان فكعادتهما وصل متأخرين متكاسلين وبمجرد أن نظر إلى الجبن انتابتهما الصدمة أين الجبن؟ لا جبن بعد اليوم في متاهتكم وقف القزمان كل منهما ينظر إلى الآخر والحسرة تملأ عيونهما وراحا يبحثان عن الجبن في كل مكان بالمتاهة ولكن بلا جديد وبلا أمل والقارئ المستمع الكريم يدرك من خلال هذا الفنجان أن التغيير سنة واقعة لا خلاف عليها وأن من لم يدرك هذا فسيصطدم بواقع أليم فهناك شركات تفلس وأخرى تنشأ وتغير في احتياجات سوق العمل فكن مستعدا لاحتمال تغير مسار حياتك في أي وقت ولا تحاول البحث عن تفسيرات كثيرة قد تعرقل تقدمك فقط تأقلم مع متغيرات حياتك بينما يبحث البعض عن حياه يضيع آخرون ما تبقى منها انطلق الفأران في المتاهة بحثا عن مورد جديد للجبن وظل في سعيهما هذا حتى عثر بالمتاهة نون على أكبر كمية من الجبن يمكن لمثلهما أن يتخيله حيث لا أحد يشاركهما كنزهما الجديد أما القزمان هاو وهم فظل يندبان حظهما السيء وحاول هم إلقاء اللوم على الآخرين بأنهم أخفوا عنه الجبن ثم بدأ كل من القزمين يلقي التهمة على صاحبه لكن هاو كان أسرع من صديقه في استيعاب الصدمة ورأى أن الجبن لم يختفي فجأة وإنما كان يتناقص باستمرار وهما لم يلتفت إلى ذلك إلا أن هذا التفسير لم يقنى هم ورفض عرض صديقه بالبحث عن متاهة جديدة مؤكدا أن الجبن موجود بالقرب منهما وأن من خبأه سيخرجه لا محالة ويتضح من ذلك أن إضاعة الوقت تفوت عليك فرصا لإيجاد بدائل جديدة أما كثرة البحث عن أسباب فقد تؤدي إلى الهلاك بينما ظل القزمان ينتظران أن يبوح الجبن بسره ويخرج من مخبأه انتاب اليأس هاو وألح على صديقه بالعمل على إيجاد طعام فأكد له هم أن الطعام موجود على مقربة منهما ولا داعي للبحث عنه بعيدة لأنه ربما يوجد خلف الجدار فأعد عدتهما وعمل على ثقب الجدار أكثر فأكثر وأخيرا تيقن أنه لا جبن بالمتاهة جيم وأنه قد نفد حث هاو صديقه على الخروج ولكن صديقه تعلل بأنه أصبح مسنا ولا يستطيع الجري بحثا عن مصدر جديد وأنه في المتاهة جيم بأمان بجوار موطن الجبن إذ ربما يتوه إن خرج من هذه المتاهة تأقلم هاو مع الوضع وأيقن أخيرا أن الخروج هو سبيل النجاة الوحيد وبحث كثيرا عن أدوات الرياضة التي أهملها منذ اعتاد الولوج إلى المتاهة جيم فوجدها بعدما شقه وانطلق بحثا عن طعامه ومع ذلك يدرك المتابع أن اتخاذ قرار التغير ليس أمرا سهلا ولكن لا مفر منه فإذا اتخذت القرار فابتعد عن المعرقلين أصحاب النظرة السوداوية التشاؤمية الذين لن يزيدوك إلا تأخرا أطرق أبواب الأمل ولا تيأس مهما طال الأمد انطلق هاو مسرعا في المتاهة يبحث عن الجبن في كل مكان متسائلا كيف سيعثر عليه طال وقت البحث ولم يعثر هاو على شيء وزاد ضعفه لا سيما أنه قضى فترة طويلة بلا طعام وأثناء سيره وجد بعض الجبن ملقا هنا وهناك فأكل بعضه وخزن بعضه الآخر ليأكله فيما بعد وقد واجه هاو كثيرا من المصاعب التي كان بإمكانها أن تعرقل رحلته في البحث عن الأمل المنشود الجبن فكثيرا ما تساءل إن كان سيعثر على هدفه وإن كان الخوف من الفشل يدفعه إلى الأمام وهل الجبن الذي كان يأكله هو الأفضل على الإطلاق وما مصير صديقه هم ومصير الفأرين راودت هاو فكرة الرجوع مرة أخرى إلى المتاهة جيم حيث يكون بجوار صديقه فإن ظهر الجبن من جديد استمتع به معا وإن لم يكن فيمكنهما أن يظل معا عثر هاو على متاهة بمدخلها جبن شهي وتوقع أنه حصل على مبتغاه فلما دخلها وجدها فارغة وليس بها إلا بقايا ما تركه من سبقه إليها ولكن ظلها مستمسكا بالأمل اليأس سلاح قاتل لعل هذا أهم ما يمكن أن نستنبطه من هذا الفنجان فإن اجداحتك أفكار اليأس تذكر أنه لا سبيل للتراجع فإما أن تكون وإما أن لا تكون إلى الأبد فقد تأكد هاو أنه لو لا تأخره لكان عثر على متاهة مليئة بالجبن الفنجان السادس لكل مجتهد نصيب مع البحث المستمر عثر هاو في المتاهة نون على كمية كبيرة من الجبن لم يرى مثلها من قبل وأنواع كثيرة لا يعرفها ولم يتذوقها بحياته وأخيرا تناول ثمرة جهده كما وجد بالمتاهة الفأرين سنيف واسكوري الذين سبقه إليها وبينما كان هاو ينعم بمذاق الجبن اللذيذ لم ينس أن يضع أدواته الرياضية بمكان قريب منه حتى يمكنه العثور عليها وقت ما يحتاجها فقد تعلم الدرس من التجربة السابقة أما صديقه هم فلم يغب عن باله طوال رحلته وظل يسأل نفسه عن مصيره وفكر خلال فترات كثيرة من رحلة بحثه في العودة إليه ولكنه تراجع عن فكرته إذ أيقن أن على صديقه أن يبحث بنفسه عن الخروج فالأمل بداية الطريق والاستكمال الطريق يجب التحلي بالإيمان وأخيرا تنتهي القصة ولا تنتهي الدروس المستفادة منها فمع العزيمة والإصرار عثر هاو على مبتغاه وعرف أن الفأرين سبقاه إليها بفضل استعدادهما لقبول التغيرات كما علم أنه لا يمكن إقناع أحد بتغيير مساره فالتغير صوت ينبع منك أولا كانت هذه الفناجين لكتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي لسبينسر جونسون الرسالة الأساسية في الكتاب التغير ضيف لا بد أن يطرق أبوابنا جميعا فمن منا تسير حياته على وطيرة واحدة فالعمل يتغير والحياة الاجتماعية تتبدل لذا لا مفر من التغير فلا تركا للراحة واستعد لتقبل تطوير حياتك نصائح من الكتاب عزيزي القارئ عزيزي المستمع اعلم أن دوام الحال من المحال لذا تأهب للتغيير وتوقع حدوثه فحينما تتوقع الحدث وتستعد له ستنجو من ضرره وتغنم منفعته تكيف بسرعة فكل تأخر يعني ضياع بعض الفرص التي كان يمكنك اقتناصها بمجهود أقل فتحرك نحو هدفك مسرعة استمتع بالتغيير وتذوق طعم المغامرة فالحياة الرتيبة لا تترك إلا إنسانا كئيبا وتذكر يفوز باللذة كل مغامر إلى هنا نصل إلى نهاية التلخيص نأمل أن يكون قد أعجبكم سنكون سعداء جداً إذا تواصلتم معنا لتبدو لنا ملاحظاتكم فقط أرسلوا إيميل مع اسم الكتاب إلى سلاماتفناجين.co شكراً لاستماعكم لهذه الفناجين نرجو العلم بأن جميع الحقوق محفوظة إلى اللقاء شكراً شكراً